الهدر الرحيم والصلاة والسلام على اهدوه ورحمة العالمين سنة هامة جدا كثير من الناس لا يحبها او لا يعلم قيمتها شرب اللبن اللبن شرب اللبن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فوائد عظيمة جدا للجسم اولا اللبن غذاء كامل لأنه غني جدا بالبروتين الحيواني بروتينيات الحيوانية اللبن يساعد على تجديد الخلايا وبالتالي يؤخر الشيخوخة ويقوي الجسد له فوايد عظيمة جدا لكل أنحاء الجسد لماذا أنا أقول لكم أنه صنة أقول له حالاتكم الدليل من طبعا يكفي أن أقول لحضراتكم أنهم عملوا بحث في اليابان عن أنه من أطول الناس أعمارهم في العالم اليابانيين اليابانيون أطول الناس أعمارهم في العالم فاكتشفوا السبب إكسارهم من شرب اللبن الوحيد منهم يجب أن يشربوا لبن كل يوم فاللبن لفايدة عظيمة جدا للصحة فهم لأسف الشديد في الحتة دي يحافظوا على السنة أكتر من المسلمين طب ليه شرب اللبن سنة هؤلاء حضراتكم الدليل الأول أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الإسراء والمعراج جبريل عليه السلام عرض عليه ماء وخمر ولبن فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن فقال له جبريل اللي قد اخترت الفطرة قد اخترت الفطرة ولو أنك اخترت الماء لغرقت أمتك ولو أنك اخترت الخمر لشربت أمتك الخمر مع أنه كان يدوله خمر من الجنة ليس ممكن طبعا جبريل حياتي لرسول صلى الله عليه وسلم خمره بتتسكر لكن رسول صلى الله عليه وسلم اختار الماء اختار اللبن مع أن الماء قد خلقنا من الماء كل شيء حي مش ربين على كده الماء أهم جدا جدا والخمر اللي في الجنة لذة للشاربين معيش محرمة بدون مهم في الجنة لكن اداله اللبن لكن فضل اللبن على الخمر والماء قال له قد اخترت الفطرة شوفها أهمية اللبن أيضا سيدنا أبو هريرة في مرة من قد شاء سيدنا أبو هريرة كان فخير جدا كان من أهل الصفة فكشعر مرة بالجوع الشديد كان ساعة يمر عليهم كامل ما يكونوا فقال ألفت نزر أو وكر يمكن सعيدني أو يديني حاجة فתلو سيدنا أبو وكر وهو معدي عشان يشعره أنه هو جعان لكن سيدنا أبو وكر ما تفاتلش له ما خدش باله ما عدى سيدنا أمرو الخطاب سيدنا أبغاير حاول لفتنزله ما خدش باله عدى الرسول صلى الله عليه وسلم فطبعا رسول الله قد أخذ باله قال له تعالي يا أبو هريرة أو يا أبو هريرة فأخذ سيدنا أبو هريرة الى بيته وداله لبن قال له اشرب يا أبو هرير شرب يا أبو هرير قال له اشرب يا أبو هرير قعد سيدنا أبو هرير يشرب 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 لغاية ماء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب قال له والله يا رسول الله لا أجد لها مسلكا لا أجد لها مسلكا مش قادر خلاص وده وليك وهمية اللبن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ساب كل حاجة واشربوا لبن مواجعان وخلي بالكم شربوا اللبن لغاية سيدنا أبو هراري حاس أنه خلاص لا أجد لها مسلكة أنا مش قادر بطني حتى تنفجر معيني ده أعتبر لو في حاجة تانية أعتبر إسراف لكن إلا في اللبن يبعيزا اللبن وماء زمزم اللي اثنين مفهمش إسراف ماهما شربت منهم الماء زمزم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ليس من مال لم يتضلع من ماء زمزم ليس من مال لم يتضلع من ماء زمزم يعني يتضلع يعني يشرب لغاية ما يحس أن الماء هتطلع من عروقه هتطلع من جسمه الماء زمزم بالذات مهما أكسرت منه ده باش إسراف لازم تشرب لغاية ما تحس كذلك اللبن بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يسئي أبو هراري لبن أو أبو هراري لغاية ماء معدته كانت حتى انفجر فدوريك همية اللبن بذلك اللبن لماذا اللبن مهم جدا باللسبة للجسم؟ اللبن يجدد الخلاية في بروتين حيواني فيجدد الخلاية اللي بتموت وأهم أسباب الشيخوخة والأمراض هو انحلال الخلاية أو موت الخلاية أو أكسادة الخلايا فأكثر حاجة تجدد الخلايا هي اللبن خلال خلايا المخ كل يوم في عشرات أولوف أو مقاة أولوف أو مال mı الخلايا في المخ بتموت وتجدد غيرها فلازم في الخلايا зар advertised تكون قد عدد الخلايا بيتموت عشان يفضل. لكن إنسان ما بيكبر في السن الخلايا بيتموت اكتر بالخلايا بتتجدد. فاللبن هو اللي بتجدد ده كالخلايا. اكتر حاجة بتجدد الخلايا في الجسم هو اللبن. في تجديد انه فيه بروتين حيواني. لذلك من اهم اسباب طول العمر. لو ما اكتشفوا اسباب طول العمر. لذلك ده يقول ليك قد ايه هو مهم اللبن. بدليل الرسول عليه السلام شربوا فيه اسرق والمعراج. اهم حادثة مرت بالرسول عليه السلام يعني وساب منه شوية لما ساب منه شوية عارفين حصل ايه فجبريل قال له ستدخل سيدخل قليل من امتك النار لو انك شربت الكوبة كلها لما دخل احد النار فالرسول عليه السلام قال له اعطيني الكوبة يا جبريل اللي عايز يخلص قال له لا خلاص فالشوائي اللي فضلين دول هم اللي حيخش النار من امت الرسول عليه السلام واغلب من طبع من هذا الزمن من طبع من طبع من طبع من الصحابة والتبين فهو شوفوا شوفوا اللبن فده لذلك وكمان لما تتحط في ناس بيقول لك ما يحبش طعمه لو انت لو حليت اللبن بعسل ما تحليش اللبن بسكر لان السكر بيضع في المناعة لكن تحلي اللبن بعسل ليه لان العسل في فوض عظيمة جدا العسل يقوي المناعة جدا جدا بيقوي عظة القلب يقيق من السرطان لو يمكن انسان يوزب على العسل يصبحوا بالليل ويمرب بسرطان وينظم الضغط فضلا عن اللبن والعسل اللي اتنين بيقوي المسألة المسألة الزوجية أو العلاقة الزوجية بين الرجل يعني بيقوي جدا عند الرجل فإذا شرب اللبن وحل بالعسل ستجد طعم اللبن مختلف تماما طعم اللبن مختلف تماما لما بتحط عليه معلقة عسل وتدوبه ستجد طعم اللبن حلو ستجد طعم اللبن لما بيكون سادة فهتحلوه بسكر حليب عسل معلقة عسل نهارا معلقة عسل ليلا العسل شفاء من كل ده واجبر دليل على كده أن ربنا نزل صورة كاملة اسمها صورة النحل اللي يوريك أهمية العسل لأن اللي بيخرج منه شراب ووحى يا ربوك إلى النحل يعني يتاخذ من الجبال بيوتا من الشدري ومما يعرشون ثم أسلوكي سبلة ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف وألوانه وفيه شفاء للناس لذلك العسل مهم جدا لأنه يقوم مناعة ويرفع مناعة جدا ويقوم من أمراض كسيرة جدا ينظم الضغط ويدوب الدهون السراثية والكوليسترول وينظف الشرايين لا يمكنك أن تسرب شرايين ولو يمكنك أن يكون لك سرطان أو كانسر ولو أنت مواصب عسل لذلك كأسرة البلاية وكأسرة الأمراض لماذا؟ ضيعنا الطب النبو فأنت لو وزرت على شراب اللبن وحلته بأسل كل يوم ستجد فوائد عظيمة جدا في صحتك لا تتوقع فأنا أحاول أكتب لكم الكلام ده في الوصف وتعالي فيديو نسخون شرون نشاهد العمليل ثواب عظيم العلم علما في الأجر معامل بيها من القيام ومعامل بيها من قوزات ممكنك أن تشوش تفعل قرص أشراك في قناة لسلامكم جديد وتعالي عشر صورة الوصف ترجمة نانسي قنقر